اهلا بكم فيديو النهارة عن انواع الليبان الدقر والفرق بين الميسك والميستيكة بتاعت البخور نجي عند الليبان الدقر ازاي نعرف الاصلة من المخشوش الانواع اللي تصلحوا للأكل والانواع اللي تصلحوا للبخور ايه هي وفوايده بالنسبة لنا من برة ومن جوة وكمان اضراره ايه هو ليه كذا اسم مسموش لبان دقر بس اسمه لبان بدوي ولبان دقر ولبان شحري والكندر وممكن نقول عليه الليبان بس الشجرة بتاعته بتنمو على الجبال بيستخريوا منها الليبان حوالي تلاتة مرات او مرتين في السنة اشهر انواع الليبان الحلوة جدا اللي هي في عمان وحضراموت هنلاقي فيه انواع تانية في الصومال اثيوبيا العراق وشبه الجزيرة العربية هيكون شوية فيها هنلاقي فيه نسبة كرتوزون غير كرتوزون الصناعي الصناعي ليه طبعا مضاعفات مش كويسة خالص الليبان الدقر في كرتوزون طبيعي ملوش اي مضاعفات وفعال جدا في العلاج انواع الليبان الدقر ليه اسامي كمان مختلفة كتير الاسامي المختلفة دي اللي هيعرفها كويس جدا التجار اللي هم بتاجروا في نوع الليبان او الناس اللي بتبيع الليبان انا هنا هوريكم الصور او الاشكال بتاعته بالتقريب وكل الشكل اللي هاي الاول شكل ده هنلاقي كله تقريبا في حجم واحد لونه ميل على الاصفر ده هيكون خاص للشرب بس ما يجلناش اعتقاد اننا لما نعمل كمية كبيرة في مية ونشربها مركزة يبقى كده احنا هنخف ولا هنكون كويسين غلط الليبان الدقر ده بناخد منه شوية بسيطة خالص صغيرين ويتشربه لانه اصلا هو تقيل مش خفيف ده بيكون شكله كله متقرد من بعض واللونه على الاصفر او ممكن نحط شوية منه خالص على عصير لو احنا ما منحبش طعمه بيخفف المغز مقلل من الغازات بيساعد على التخسيس بيخفف حالات الربو والالتهابات التنفسية وبيخفف مضاعفات السكري اللي في الكبد واللي في الكلا زيته لو دهنه على الراس بشيل الام الصدع بيخفف اوجاع الركب والمفاصل الحامل والمرضعة واللي عندهم زئبة واللي عندهم رومطايد يبعدوا عنه ما يستعملوهوش لما نيجي نشربه هنغسله غسلة خفيفة تحت المية وننقعه لحد تاني يوم ونيتشرب بلاش نغليكن افضل وبلاش ناخد كمية كبيرة منه يعني تقريبا فصين او ثلاثة فصوص بس من الليبان كفاية جدا النوع التاني اللي هو هيكون بالشكل ده اصفر فاتح او بيجي على مخدر شوية النوع ده حلو جدا ده خاص بالاكل الكيلو بتاعه جايبه بحوالي 27-28 دولار ده مثلا لو احنا قاعدين ناخد منه واحدة كده على الريق وناكلها زي الليبان بالزبط ممكن نتحانه ناعم ونستخدمه بدل السمغ العربي او مع السمغ العربي لانه ده اصلا فيه مادة سمغية كتيرة جدا وممكن نحطه على الاكلات برضو بكمية بسيطة جدا او على الرزب اللبن بيدي نكحة حلوة برضو بكمية بسيطة جدا بالنسبة ليه هو او بالنسبة لللي قبل كده للشرب ممكن نعملهم اقنع على الواش او بتخش فيه كريمات تجميلية للبشرة او المية بتاعتهم بنغسل بيها الشعر ممتاز جدا بس ما نقطرش لاني انا مرة قطرت هو فيه مادة سمغية بتحسوا انه فيه طبقة سمغية على البشرة دي مش مستحبة وما بتطلعش بسهولة بتطلع بصعوبة فلازم يتخفف جدا 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 يعني يا جماعة مش كل ما نقطر كل ما هناخد الفايدة اكتر ده غلط بالعكس كل ما نقطر الفايدة بتطلع نتيجة عكسية تماما في اللبن بالذات كل ما هنخفف كل ما ناخد النتيجة او الفايدة بتاعته بطريقة معقولة هو ده الفرق بين الاكل وبين الشرب النوع التالت ده هنلحس شكله انه شوية قريب لبتاع الاكل بس هو مش بخدر شوية زي بتاع الاكل بالعكس هو كبير هو الوانه شوية متقاربة مع بعض ده النوع الفاخر اللي فيهم ريحته حلوة ريحته كويسة وحتى كمان اغلى من كل الانواع التانية ده بستهدمه ولا اكل ولا شرب ده بدخله من ضمن الحيات الكويسة بتاعت البخور يعني لو بنعمل اي انواع من البخور وحابين فيه تكون نكهة لبان بسيطة بقوم اخدر شوية منهم بداخله مع البخور النوع الرابع ده برضو للبخور خاص والخامس ده للبخور بس في نوع هنلاقي ده هيكون لونه وبني فاتح من غير شوائب شكله منضفينه من الخشب والشوائب اللي فيه ريحته حلوة برضو للبخور وسعره رخيص يعتبر نوعا ما امكن حوالي 19 دولار كده يعني مش غالي ده بالنسبة للكيلو وده ارخص الانواع بتاعت اللبان في السودان بسموه لبان التمان هو كده بالخشب بتاعه في ناس بتشوف انه الخشب ده عبارة عن شوائب والمفروض نتخلص منها بالعكس انا شايفة انه الخشب ده ميزة حلوة فيه هو ارخص الانواع ورحته حلوة جدا الخشب ده بتنقع في البخور وبتعامل مع اللبان بيخلي الريحة بتاعته فعلا تحف انا قبل كده عملت فيديو عنه صراحة تقريبا ركنت كل البخورات وبقيت عند بخور اللبان اللي انا عملته ده بقى سيبلكوا اللينك بالنسبة للبخور بتاع اللبان في ناس ممكن او انا مثلا زي كتير بنخلطه مع رواقح بننقعه بنسويه وبعد كده نقوم بخارين به بتطلع ريحته حلوة في ناس ما بتعملش كده على طول بتبخر به هو على طول التبخير باللبان بيطهر البيت بيجدد النفس اللي في البيت لما نجي نشم بعد البيت بنحس كده براحة نفسية يعني ايه بيبخروا بيه على طول يعني بياخدوا حاصة اللبان يحطوه على الفحمة ويفتحو الشبابيك البيت ويمشو بيه على البيت كلها على اساس انه يطهر وينظف ويعقم وكله وبعد كده خلاص يشيروا بقى الفحمة بتاعت اللبان دي يرموها يحطوا فحمة جديدة عليها البخور بالرواحة العطرية التانية دي هنا مستيكة البخور بتكون كبيرة ولونها مسفر ولو اسمناها بتلمع من جوة ريحتها زي المستيكة بتاعت الاكل بس على خفيف شوية مزيتها انها بتدي نكهة تحفى للبخور يعني ان بحب احطها مع كل انواع البخور وليها فوايد تانية الفوايد التانية انها بتقتل الحشرات وطاردة للبعوض ومحاربة للبكتيريا والفطريات الموجودة في البيت وبالنسبة لده المسك المسك الحجر العادي بتاع البخور بيكون لونه شوية فاتح عن المستيكة مبيض وطبعا احنا عارفينه برحته جميلة جدا برضو بتحط في وصفات كتيرة جدا للبخور كلهم بتجمعوا في انهم مضادين للبكتيريا معقمين ورحتهم حلوة وده الاهم ازاي نعرف بقى الاصلي عن المخشوش لما نهد حتة لبانة مثلا ناكلها فيها طعم مرارة بسيط المرارة دي لو فضلت للاخر الاكل هتكون ده الاصلي لكن لو المرارة اختفت بسرعة هيكون ده المخشوش اللبان في طبيعته بيكون طري لين مرن لو كان لبانة وحسن انها ناشفة ويابسة ده يبقى مخشوش مش اصلي اصل اللبان في مواد عطرية زيتية لو مسكناها فرقناها بالفرق بايدينه وشمينا الزيوت العطرية المتطيرة منه ده هيكون اصلي غير كده يكون مخشوش ولو قدرنا نقصر اللبانة من النص اللي انها بتلمع ده هيكون اصلي لو كانت مطفية هتكون مخشوشة برضو فننتبه قبل ما نشتري ونعمل اختباراتنا التلاتة اللي انا قلتها دي وبعد كده نشتري انا كده تقريبا لم تتلك كل حاجة عن انواع اللبانة الدقر والمسك والمستكا شكرا لكم